نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه نتائج تقرير المتابعة نصف السنوي لخطة التنمية الحالية بما فيه من إجمال المشاريع ونسب الإنجاز والمعوقات تقرير النصف السنوي للخطة السنوية 17-18 بلغت عدد المشاريع المدرجة في الخطة 157 مشروع بإجمال اعتمادات صرفية 3 مليار دينار كويتي أغلبها في ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام وهي استثمارات أغلبها في القطاع النفطي من ضمن الركيزة الاقتصادية وهي 60% من الاعتمادات الصرفية في هذا الموضوع و 17.6 من 10 هي نسبة الاحتمالات الصرفية لمشاريع البنية التحتية وهذه النسبة أيضا 7% للبيئة المعيشية و 8% في رأس المال البشري المعوقات بشكل عام هناك 66% من هذه المعوقات قد حلد ولكن هذه المعوقات مصنفة إلى خمسة أنواع منها معوقات إدارية متعلقة بالجهات ومعوقات فنية ومعوقات تشريعية ومعوقات مالية ومعوقات تشريعية الأغلب العام من هذه المعوقات هي معوقات إدارية مختصة داخل الجهة أو تكون هناك معوقات فنية من ضمن المعوقات التي تعيق بعض المشاريع كما ورد لدينا في تقرير المتابعة